بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربعا من حمد كثيرا طيب واركا فيه والصلاة والسلام على أشفكم سليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رفعين رب الشرحي صدري وسلم لأمري وحلو لقم لساني فقو قولي ربنا اغفر لنا والإخبار نفس سبقونا بالإيمان ونجع في قلوبنا ولدامر منك كفوف الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قرأنا شيئا من بيان الطريق في معاجر الكبر وكساب التواضع وذلك من كتاب دم الكبر بنحياء المدينة الإمام غزائي رحمه الله ونفعنا دموه الدارعي آمين 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 وقد وقفنا نسبيا طويلا عند مفهوم الخلق وقارناه بما يقوله الملحدون والمشككون وقلنا أن الشيطان أفضل من هؤلاء لأنه أقر بخلق الله عز وجل للإنسان للخلق مشكلة الشيطان كانت في التكبر نعم فيكون أفضل من الملحد حقيقة ونقول أشياء حقيقة قد يأتي لها سياق لكن قضية الأساسية اليوم يقول العلماء أن هذا الكون عمره 13 فارزة 6-7 بليون سنة وحقيقة يجب أن يكون هناك بداية 13 بليون 15 بليون 11 بليون القضية ليست في الرقابة القضية هناك بداية لأنه لا يمكن للكون أن يكون قديما يعني غير مخلوق هذه كل قضية يعني وإعطرات الإمام الغزالي على الفلاسفة في قضية أن الكون وليس قديما واخلوق الإقصادة واليوم نعلم تماما حينما تهات العلماء عن جزء من الثاني الأولى حتى علماء الفيزياء الملاحدة يقرون بأنه لم يكن هناك شيء لأنه لو قالوا أنه كان هناك شيء فعن هذا الشيء يعني الشيء هذا متى كانت بداية وانتهى واليوم معروف تماما أنه تلك البداية أقروها ودرجة حرارة الكون في تلك اللحظة كانت قالوا كوادريليون مش حتى يعرف الوحد تحدث هنا عن مليون تحدث عن بليون تحدث عن تريليون تحدث عن كوادريليون الأرقام خيالية الأرقام خيالية والكون كان كان معقما الأطباء اليوم معقبون أعرف جراحا وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يجري الخير على يديه وعلى يد زملائه لديهم غدا يعني عملية جراحية كبيرة إن شاء الله تشفى المريضة وتحدث عن جهاز وصل يعني حديثا قريب جدا للمستشفى ويقومون بتعقيم الجهاز التعقيم يتم على درجة حرارة لا شيء إذا تحدثنا عن كوادريليون يعني عند الطبيب الأسنان أقل من 200 يعني حوالي يعني درجة ماءوية قارنوا تعقيم بدرجة حرارة أقل من 200 درجة ماءوية مقابل درجة حرارة ليست مليون ليست بليون ليست تريليون كوادريليون كوادريليون وإذن لابد أن يكون هناك لابد أن يكون هناك خلق لابد من كيف ستقوم ذرة يوم الأيام تقوم ذرة هكذا من التراب يعني التراب المعاقم أمس واليوم وغد وبعد غد سيظل الترابا معاقما لابد من إرادة الله عز وجل هي التي لابد من خالق لابد من بارئ لابد من مصور سبحانه وتعالى وهكذا خلقنا عز وجل ونتحدث عن الوضع الطبيعي الذكور الكروموسومات عندها يعني بين الذكور وبين الهناث نتحدث عن 23 زوج من الكروموسومات 22 زوج مشترك يعني هو بين الرجال وبين النساء ما في كبد نسائي وكبد رجالي و يعني جهاز هضمي مختلف عند النساء وعند الرجال لا 22 زوج هي هي عصب بصري ما عصب كل حال لكن لكن في زوج حتى عن المكون الجنسي الذي لا تقره اليوم من يقول بأن الرجل محبوس في جسد غير الجسد ومرأة محبوس في جسد غير جسد XX للنساء وXY للرجال في Y معناة ذكر وليست هذه فقط لغير أنا أريد قضية أنه كيف سيكون لجزئية من تراب إلى أنه يوم الأيام سيكون فيها حياة وتصل إلى الجنوم البشري هذه المورثات متحدث عن أكثر من ثلاث فارز اثنين بليون أكثر من ثلاث بلايين زوج وهم بقولوا جينيتيك لترز يعني مجازا للقضية حتى يعرف الإنسان يعني حجم الذي نتحدث عنه قالوا لو أن إنسانا كتب كمعدل الطباعة ستين كلمة في الدقيقة لمدة ثمانية ساعات لمدة خمسين سنة فيكون قد كتب هذا السيكون من أين للتراب أن يكون للتراب الأصم إرادة خاصة به ويقوم هذا التراب بترتيب هذا الذي ذكرناه يرتب ثلاثة فارز اثنين زوج من المورثات على كل حد ونعود إلى الآية وقد قال الله وقد قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نقفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أن شرح بقيت فقرات ثم نصل إلى قوله تعالى أتعالى إنسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورة وكأن الآية تقول للعلماء تقول لله تقول للبشرية لكن من الناس أفهام مختلفة لم تكن في يوم الأيام عد إلى تاريخك لم تكن في يوم الأيام لم تكن ويذكر الإمام غزالي بلغة سنتحدث عنها عن مقال الله قال إمام غزالي فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمره وإلى وسطه الأول هو نتحدث الآن عن عن النطفة ونتحدث عن الحيمن والبيعيضة إلى آخره سبحانه لا إله إله ثم حيا ثم ثم موت ثم ماته فأقبر ثم إذا شاء أن شرح فلينظر الإنسان ذلك يفهم معنى هذه أما أول الإنسان هو أنه لم يكن شيئا مذكورا وقد كان في حيز العدم دهورا بل لم يكن لعدمه أول طبعا الإمام الغزالي فقط يريد أن يعني أن يبين أنه في لحظة من لحظات التاريخية إرادة الله عز وجل أن هذا الإنسان خلق سبحان الله سبحان الله يعني يعني خلق الله عز وجل هذا الكون وسخره لإنسان فلا يمكن أن يكون في يعني طبعا طبيعة الحياة لا يمكن يكون هناك إنسان ولا غير إنسان حينما تكون حرارة الكون كوادريليون أصلا لم تكن تكونت الميوترونات والبروتونات والإلكترونات لم تكن قد تكونت يقولون علمي يعني طبعا كلام فيه مجاز للتعبير عن الذي كان يقولون حساء شربة حساء مادي لم تكن قد تكونت فيه الظرات ولا أجزاء هذه الظرات ولا كواركس لا شيء من شدة الحرارة فكيف سيكون هناك إنسان كيف سيكون هناك حيوان كيف سيكون هناك أي خلية حية أو نبات سبحان الله بل لم يكن لعدمه أول وأي شيء أخس أقل من المحو والعدم قد كان كذلك في القدم ثم خلقه الله من أذل الأشياء ثم من أقدرها قد خلقه من تراب ثم من نطفة طبعا سبحان الله في الإنسان من المواد الموجودة من العناصر الموجودة في التراب حدث ولا حرج فعلا يعني انظروا حاولوا أن تقرؤوا عن عن العناصر الموجودة في التراب والعناصر الموجودة في الإنسان تستغربوا ماذا تريدون حديد فيه في جسم الإنسان تريدون ألمنيوم يوجد فيه جسم الإنسان ألمنيوم حتى في مرحلة مراحلة قالوا ظنوا أن الخرف يرتبط بزياد التركيز للألمنيوم في قشرة الدماغ لكن هذا ما ثبت لأنهم تركوا هذه النظرية المهم قد خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم جعله وقال عظما ثم كسل لأنه شبيه بلغة القرآن الكريم وليس ليس هو نسر ثم كسل عظم لحمة فقد كان هذا بداية وجوده حيث صار شيئا مذكورا فما صار شيئا مذكورا إلا هو على أخص الأوصاف والنعوذ إذ لم يخلق في ابتدائه كاملا بل خلقه جمادا ميتا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم فبدأ بموته قبل حياته وبضعفه قبل قوته وبجاهله قبل علمه وبعماه قبل بصره وبصممه قبل سمعه وبكمه قبل نطقه وبضلالته قبل هدى وبفقره قبل غنى وبعجزه قبل غطرته إن كان الحديث عن يعني هناك أطوار في الرحم هناك أطوار أو طبيعة الحال في الرحم لن يكون هناك إلا ما وضع الله عز جل في فترة الإنسان ويبدأ يعني يظهر ذلك بعد بعد الولادة ولو أرادوا أن يعلموا الطفل كيف يرضى في أي مدرسة وبأي كيفية وبأي لغة وماذا يحضر سنتحدث عما قليل إن شاء الله عن قضية البصر نعم فهذا معنى قوله من أي شيء خلقه من نطفة خلقه بقدرة ومعنى قوله هل آتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به قال إمام وزي كذلك خلقه أولا ثم امتنى عليه فقال ثم السبيل يسره وهذا إشارته إلى ما تيصر له في مدة حياته إلى المرض وكذلك قال من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكره وإما كفوره الآن الآن فجعلناه سميعا بصيرا سبحان الله يعني يولد الإنسان يولد الإنسان ويسمع ويحتاج إلى فترة يعني حتى يستطيع أن أن يرى في أطوار ليس تطوراً يعني هناك نمو سبحان الله أسبوع بعد الولادة يبدأ الطفل يرى يرى الألوان لكن حقيقة يعني لا تظن أنه كل شيء كما نراه نحن الكبار ويستطيع أن يرى على بعد حوالي 20 25 سنتيمتر مثلاً بعد حوالي شهر ونص تقريباً يمكن يصير لحد يرى لحد 12 مثلاً حوالي 30 سنتيمتر يحتاج إلى يعني يعني من أول لحظة يستطيع سماع صوت الأم مثلاً بحاجة إلى شهر حتى يرى تقريباً الوجه كاملاً ومعروف تماماً أنه يرى الأسود والأبيض وينتبه يعني كان يركز وما بين شهرين إلى ثلاثين إنما أذكر قضية أنه الترتيب في القرآن دائماً السمع قبل البصر سبحان الله وهذه يعني نقول نحن عادةً لأجاز العلمي يعني هي آية من آيات الله عز وجل دائماً السمع قبل البصر في القرآن الكريم فيما يتعلق بما وهب الإنسان ومعناه أن أحياه بعد أن كان الجماد الميتاً تراباً أولاً ومطفة ثانياً وأسمعه بعدما كان أصم وبصره بعدما كان فاخد البصر وقواه بعد الضعف وعلمه بعد الجهل وخلق له الأعضاء بما فيهم العجاه والعيات بعد الفقد لها وأغناه بعد الفقر وأشبعه بعد الجوع وكساه بعد العري وهداه بعض الضلال لكن في النهاية هل يقول الحمد لله والشكر لله أم يكفر فانظر كيف دبره وصوره وإلى السبيل كيف يصره وإلى طغيان الإنسان ما أكفره ولجه للإنسان كيف أظهره فقال أو لم يرى الإنسان أننا خلقناهم نطفة كذا وخصيم مبين نعم وبن آياتي أن خلقوا من طراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون سبحان الله نعم فانظر لنعمة الله عليه كيف نقلهم تلك الذلة والقلة والخصة والقضار إلى هذه الرفعة والكرامة فصار موجودا بعد العدم وحيا بعد الموت وناطقا بعد البت وناطقا بعد البت وبصيرا بعد العمى وقويا بعد الضعف وعالما بعد الجهل ومهتبيا بعد الضلال وقاذنا بعد العجز وغنيا بعد الفقر فكان في ذاته لا شيء وأي شيء أخص من الله شيء وأي قلة أقل من عدم المحض ثم صار بالله شيء معه وأنما خلقهم من الطراب الذي يطع طبعا كل ما ذكر كل ما ذكر يعني خضايا الجسدية يعني قلنا مثلا أنه بحاجة إلى يعني الوضع الطبيعي يسمع ثم يبصر وبنموه في أطوار وقد يصل حال به إلى أنه يفقد هذا يضعف السمع ويضعف البصر وتضعف القوة هادث وتضعف 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 وإنما خلقهم من الطراب الذلي الذي يطع بالأقدام والنطفة القادرة بعد العدم المحض ليعرفه خصة ذاته فيه طبعا حينما يقول النطفة القادرة يعني هو ليس موقفا فقهيا على فكرة لأنه ليست نجسة في حد ذاتها يعني لو فرقت نعم ليست كل كلبة والمثان إذا يخير وإنما أكمل نعمة عليه ليعرف بها ربه ويعلم بها عظمته وجلاله وأنه لا يليق الكبرياء الذي جل وعلا وذاك انتن عليه فقال ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين وعرفه خصته فأولا فقال ألم يكن نختم من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنت قال ثم ذكر منته عليه فقال فخلق فسوى ثم ذكر ليدوم وجوده بالتناسب كما حصر وجوده بداء من الاختراف فمن كان هذا فمن كان هذا بداء وهو هذه أحواله فمن أين له البط والكبرياء والفخر والفيلاء وعلى التحقيق خاص الخساء وأبعث الضعفاء ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمخ بأنفة وتعظم وذلك الدلاج خسة ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني نقول من أقوى على التغيير والتبديل الإنسان أم التراب التراب قلنا لا إرادة له والذي يفرض أن التراب لديه القدرة على أن يظهر منه إرادة فتبدأ الحياة من التراب من تلقاء نفسها أو ليس الإنسان صاحب هذه يعني على أكثر من قول الإنسان لديه مئة بليون يعني مئة مليار خلية دماغية بعضهم قال خمسة وثمانين مليار مئة مليار خلية دماغية لا يستطيع أن يفعل ما يفعله التراب وللعلم هناك جمعية علمية منذ خمس سنيات القرن الماضي دأبت يعني القضية الأساسية عندها قضية واحدة هو إيجاد خلية حية واحدة من المادة المحف علماء علماء بكل معنى الكلمة كل هم هؤلاء العلماء أن يأتوا بخلية واحدة من المادة الصماء وحتى اليوم بعد كل هذه العقود لم يأتوا بخلية واحدة ولن يأتوا بخلية واحدة حية من التراب هكذا بإمكانك أن تصل إلى المكونات تفهمها والعكس الله عز وجل يريد لنا أن نتفكر في الآيات الكونية وفي الأنفس ويصل الإنسان ولازال يكتشف سبحان الله ولكنه لا يستطيع أن يحاكي نهيكم عن قضية الاختراع من العدم أو الخلق من التراب نعم لو أكمله وفوض عليه أمره وأدام له الوجود بإخياره لا جاز أن يطعه وينسى المنتهى ولكن يصلط عليه في دوام وجوده الأمراض الهائلة والأسقام العظيمة انظر إلى قضية قالوا الأفات المختلفة والطبائع المتضابة من المرة والبلغم والريح والدم يهدم البعض من أجزائه البعض شام أبا رضي أم صخط فيجوع كرها ويعطش كرها ويمرض كرها ويموت كرها لا يملك نفسه نفعا ولا ضرع ولا خيرا ولا شرعا يريد أن يعلم الشيء فاجهله ويريد أن يذكر الشيء فينساه ويريد أن ينسى الشيء واغفل عنه فلا أغفل عنه ويريد أن يصرف قلبه إلى ما يهمه فيجول في أودية وسواس والأفكار بالإضطرار فليملك قلبه قلبه ولا نفسه نفسه يشتهي الشيء وربما يكون فيه حلاكه فيه ويكره الشيء وربما تكون حياته فيه يستلذ الأطعمة وهي تهلكه وترديه ويستبشع الأدوية وهي تنفعه وتحييه ولا يأمن في لحظة من ليله ونهار أن يسلب سمعه وبصره وتفل وتفلج أعضاءه الشلل ويختلس عقله ويختطف روح ويسلب جميع ما يهوا في الدنيا فهم اضطروا انذليلوا إن ترك بقيه وأنخطف فإن ترك بقيه وإن تطف فنية عبد المملوك لا يخضر على شيء من نفسه ولا من غيره فأي شيء أذل منه لو عرف نفسه لو عرف نفسه وأنا يليق الكبر به لو لا جهن هناك شيء في قضية الأضباب ما من شيء إلا وكان هناك بعض الكلام لدكتور مصطفى محمود رحمه الله يركه في قضية الأضباب قد ذكر هنا والطباء المتضضى لكن هو قال يعني يسمى تحدث عن الأضباب كل شيء يعمل فينك شيء يعمل ضده يعني تحدث عن نبات وهناك مثلاً فيروسات تصيب النبات هناك بكير يصيب هناك عفاً يصيب النبات يعني في نبات معناته فيه شيء ضده قال حديد معناه فيه صداء يعني لا يمكن الحديد أن يظل إلى ما لنهاية سيتآكل كل شيء في قصة ذي القرنين الضد يبدأ من لحظة يعني حينما أقام السد عند هؤلاء القوم الذين لا كذن يفقهون قال أرادوا سداً بينهم وبين أجوج وأجوج ف جعل هناك رد شغل هؤلاء القوم أعينوني بقو أنفخ آتوني أفرق عليها قطرة ما قالكم قالهم أنتم جماعة متخلفين وقعدوا على جنب وأنا وجنودي سأقوم بكل هذا العمل لكن حينما انتهى من العمل ماذا قال قال هذا رحمته بالرب فإذا جاء وعد ربي جعله الدكاء وكان وعد ربي حقه يعني لن يظل حتى السد هذا مع إنه من من زبر الحديد فصهره فصهره وأضاف عليه القطر يأتوني وفرق عليه قطرة وهذا القطر اختلف العلماء على قل على يعني ذكروا ثلاثة معادن قالوا الرصاص وقالوا النحاس وقالوا الكربون جماعة التفسير العلمي للمعاصر يعني كربون بضافة الحديث مثل ستين لستيل على كل ليس القضية القضية الأساسية إنه دائما هناك الضض والإنسان حياة ومرض الضض شغال انظروا كيف تعطلت الكل الأرضية بفيروس الكورونا والله أعلم ماذا سيكون بعد الضض فهذا أوسط أحوالي فليتأمله وأما آخره هو مورده فالموت المشار عليه بقول ثم ماته فأخبره ثم إذا شاء ما شره معناه أن يسل روحه وسمعه وبصره علمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته تعود جمادا كما كان أول مرة لا يبقى إلى شكل أعضائه شكل أعضائه وصورته لا حس فيه ولا حركة ثم يضع في التراغ ويصير جيفة منتنة قدرة كما كان في الأول نطفة مذرة ثم تبلأ أعضائه وتتفتت أجزائه وتنخر عظامه وتصير رميما ورفاتا وأكل الدود أجزائه فيبتدئ بحدقته فيقلعهما وبخدائه فيقطعهما وبسائل أجزائه فصيروا روثا في ألواف الديدان ويكونوا جيفة يهرب منه الحيوان واستقدره كل إنسان يهرب منه لشدة الإنتان وأحسن أحوالها أن يعود إلى ما كان فسير ترابا يعمر منه الكيزان ويعمر به البنيان ويعمر به البنيان وصير مفقودا بعدما كان موجودا وصار كألم يغنب بالأمس حصيدا كما كان في أول أمره أمدا أميدا أو أمر وكما كان في أول أمره أمدا مديدا وليته بقي كذلك فما أحسنه لترك ترابا بل يتمنى الإنسان الشقي أنه لو كان ترابا فلا يبعث لا بل يحيي بعض طول البلاء ليقاذ شدائد البلاء فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه وتفرقه ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة وسماء ممزقة مشققة وأرضا مبدلة وجبال مسيرة ونجوع منكدرة وشمس منكسفة وأحوال مظلمة وبلائكة الغلال الشداد وجحيم تزفر وجانت ينظر إليها المجم فتحصر ويعرى صحائف منشورة فقال له اقرأ كتابك فيقول وما هو فيقال كان قد وقل بك في حياتك التي كنت فرح بها وتتكبر بنعيمة وتفتخر بأسبابها ملكان رقيبان يكتبان عليك ما كنت تقنطق به أو تعمله من قدينه كثير وصغير وكبير ونقير وقطمير وأكل وشرب وقياما وفعود قد نسيت ذلك وأحصاه الله تعالى عليك فهلما إلى الحساب واستعد للجواب أو تساقه لدار العذاب فهن خطو قلبه فجعا من هول هذا الخطاب قبل أن تنشر الصحيف أو يشاهد ما فيها من مخازيه فإذا شاهدوا قال يا وإلى تنامى لهذا الكتاب لغاية صغيرة فهو لا كبيرة من الله صلى الله فهذا آخر أمر فمعنى قوله تعالى ثم إذا شاء فما لمن هذا حال هو لتكبر كان فقط قبل أن أستمر في القراءة ما بين الفقرتين الكبيرتين كيف أن أجزاءه تنتشر يعني يدفن ثم يصبح ترابا ثم يصبح إذا ما صنعوا من هذا التراب ما يعمر به البنيان من هذا التراب ثم هذه الأجزاء يعاد جمعها سبحان الله في في الأوائل التسعينيات توفي أحد زعماء الصين طبعا عندهم عادة هذه حرق الجثث موجود في الغرب أيضا وقد يقوم البعض بالوضع للرماد في زجاجة مثلا وتوضع على الرف أو على المكتب لكن اختار هؤلاء في الصين أن بعد أن جعلوا رماده مثلا في في شيء ويكون قد بقي شيء يصير أصعد زوجته وابنته في طائرة خاصة فيها فتحة في في أسفل الطائرة وخرجت فوق البحر ونثروا رماده فوق البحر سبحان الله كنت أشاهد أشاهد على الأخبار يعني هذه الطائرة وكيف قاموا بنثر بنثر هذا الرماد في الهواء فوق البحر الهواء سيقوم بذر الظرات مهما كان هناك من الريح ولا بد من وجودها ستدفع هذه الظرات بتجهات مختلفة ثم سيهبط ستهبط هذه إلى إلى الماء وتأخذها الأمواج بتجهات مختلفة ثم قد يبلع تبلع الأسماك هذه الظرات ومرة أنا أمازح حتى لكنه حقيقة تبلع هذه الأسماك قد يكون منها سمك التونة ويصطادها الصيدون ثم يذهبون بها إلى مصانع التعبئة التونة ثم تعبأ بتونة ثم تبصل إلى البلاد البعيدة منها بلادنا فقد يأكل واحد مننا سمك من التونة هذه المعلبة وجزء منها ولو ذرة بسيطة جدا كانت من رماد الفلان الفلاني طيب طبعا القضية الأساسية أنا قلت فقط نحضر الأخبار كلمة واحدة تعليقا فقط كلمة واحدة قلت لا يبعثنك ما زلت عليها ولا زلها أمامها ولا من خلفها قلت لا يبعثنك بنفس المنطقة الذي ذكره هذا الإمام الغزالي مهما ذهبت الأجزاء وما هذا هو سيجمع ويبعثنك ويبعث ما في انفكاك والقول بأنه يفنم الإنسان كل شيء الله عجز ذنب المعنى هو أنه كأنه كأن القضية هكذا البيئنية لهذا الإنسان معروف وسيعاد سيبعث مما لا شك فيه إذن قال الجمهور رحمه الله فما لمن هذا حاله للتكبر بل ما له للفرح في لحظة واحدة فضلا عن البطر والتجبر فقد ظهر له أول حال ووسطه ولو ظهر آخره العياذ بالله تعالى بمختار أن يكون كلبا أو خنزيرا ليصير مع البهائم ترابا ولا يكون إنسان يسمع خطابا وإلقى عذابا وإن كان عند الله مستحقا للنار فالخنزير أشرف منه أطيب وأرفع إذ أوله التراب وآخره التراب ومعزل عن حساب والعذاب والكلب والخنزير لا يهرب من الخلق ولو رأى أهل أهل الدنيا العبد المدن في النار لا صعق من وحشة خلقته وطبخصورته بسبب الأعمال طبعا وبسبب النهاية ولو وجدوا ريحه لماتوا من التنه ولو وقعت قطرة من شراب الذي يسخد منه في بحار الدنيا صارت أنتنى من الجيفة فمن هذا حال في العاقبة إلا أن يعطوا عنه مولاه وعلى شك من العفو كيف يفرح ويبطئ وكيف يتكبر ويتجبر وكيف يرى نفسه شيئا حتى يعتقد له فضلا وأي عبد لم يذل الذنب لا يسحق للعقوبة إلا أن يعقل كريم فضله ويجبر الكسر بمنه ورجاء منه ذلك لكرمه وحسن وضع النبي ولا حول ولا قوة إلا بالله والحديث تتم إن شاء الله سبحانك الله وحمدك نشهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته